لكن من ناحية أخرى لأنه شخص الروح القدس ممكن يحزن يقول الكتاب المقدس لا تحزنوا روح الله الساكن فيكم الروح القدس ممكن يكذب عليه لما بطرس قال لحناني وصفيرة لماذا كذبتم أنتم لم تكذبون بل كذبتم على الله بيتكلم عن الروح القدس في هذا المضمون فيمكن أن يكذب يمكن أن يقاوم أو يجرب كما يقول الكتاب لا تجربوا الروح لا تقاوموا وأيضا يقول لا تطفئوا الروح يعني لما منحط أو لا نشتعل بالروح القدس بل نسمح للجسد أن يسيطر علينا فنحن نطفئ الروح القدس في داخلنا فالروح القدس لأنه شخص بيشعر بإحساسنا بحس معنا بيمشي معنا فأنا بعتقد حتى في صلواتنا في سلوكنا في الحياة كتير مرات منهمل الروح القدس أنه هو الله أنه هو شخص بيسمع بيتفاعل بيتواصل بيقربنا ليسوع بحببنا في يسوع المسيح اشتركوا في القناة